اشتركوا في القناة تقنية الاتصال المرئي بهدف فتح افاق اوسع في عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الخليجية والعربية حوار سياسي عميق وافكار متبادلة تم طرحها على طويلة الحوار التي رعتها صحيفة البلاد البحرينية اثره المتحدث الرئيسي في البنتدى صاحب السمو الملكي الامير ترك الفيصل بن عبدالعزيز السعود رئيس مجلس ادارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية الرئيس السابق للاستخبارات العامة السعودية الذي اكد على اهمية مواكبة التطورات السياسية ومعرفة كواليس المشاهد ناعي اهمية الاهتمام الدولي بقضية امن الخليج ومعناه ذلك في الازمات السابقة حيث لم يسمح لأحد العبث به وقد سلمت دول الخليج العربية بشكل او بآخر من الاثار المباشرة للازمات والحروب التي عانتها المنطقة فان المستقبل في عالم الغيب ولا يمكن الركون الى ما جرى ماضيا في هذا الشأن وانه ينبغي العمل بشكل حثيث ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفادي كل عوامل القصور وتجاوز الاختلافات لنكون مؤهلين وجاهزين بانفسنا لمواجهة كل الاحتمالات ولا سيما ان خطر القيادة الايرانية ماثر للعيان الاتفاق النووي الايراني كان الموضوع الابرز للمناقشة واشار الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية مع السيد عمرو موسى الى اهمية ادراج اراء الدول العربية بهذه المفاوضات من قبل الادارة الحالية للولايات المتحدة الامريكية كما استعرض عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس ادارة تحرير قناة العربية بعض الخيارات التي من الممكن ان تغير من واقع هذه المفاوضات باقترح ان يكون هناك تحرك استراتيجي موازن عربي دول الخليج وعدد من الدول العربية المهتمة بالانتاج ما تحدثت به ما اقترحته انه عايزين نشوف كيفية تحقيق الامن الخليجي والامن العربي في وما نعنيه نحن بانه امن عربي وكذلك موضوع النووي والصواريخ الباليستية والتدخل الايراني او السياسة الايرانية الاقليمية الضارة بسيادة الدول العربية ومصالح ارى انه مستبعد انه معركة الاتفاق سيمكن كسبها من دون ان يكون هناك توجس دماسي سياسي بتحدث عن سيد عمرو موسى مهم جدا وهو الحديث عن تجمع عربي على اعتبار ان الخطر ليس خطر على المنطقة الخليجية او مجموعة مجلس التعاون ولكنه خطر على الامن الاقليمي العربي بشكل عام عوامل قصور تم مناقشتها في هذا المنتدى وحلول سياسية تم طرحها لنقل المفاوضات الى طريق اخر وافاق اخرى في هذه العملية السياسية التي استمرت لاكثر من خمس سنوات بين شد وجذب وعقوبات جوانب القصور في ذهني تتكون من نقطتين وعند اقتراح النقطة الاولى هي وجود لوبي خليجي عربي موسى وعلمي وحديث لان من يقرأ في هذا الموضوع يعرف ان الايرانيين عندهم هذا اللوبي الكبير منتدى شامل طرح المواضيع وانطلق لحلها عبر كوكبة من الشخصيات البارزة في المجال السياسي وجذب العديد من المتابعين المهتمين لهذا الشأن لاثراء الساحة السياسية العربية من قبل المختصين مؤكدا في ختامه على وحدة الصوت العربي ضد اي اطماع خارجية تهدد امنه وامانه شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين المتحدث الرئيس في المنتدى كان سمو الامير تركي الفيصل الشخصية المعروفة اللامعة صاحب يعني هو الخبرة السياسية والديبلوماسية والفكرية ومن بين ايضا ابرز المتحدثين ثلاثة من كبار رجال الفكر والسياسة والاعلام والصحافة السيدة عمر موسى الامين العام الاسبق لجامعات الدول العربية والسيد عبد الرحمن الراشد الاعلامي المعروف رئيس تحرير قناة العربية والدكتور محمد الرميحي المفكر الدكتور محمد الرميحي هؤلاء الثلاثة كانت لهم تعليقات ومداخلات ومساهمات قيمة جدا اثرت موضوع الحوارد المنتدى نفسه الذي شارك فيه في قاعة الزوم نفسها حوالي 150 مشارك بالاضافة الى المئات عن طريق مختلف المنصات الرقمية الخاصة بالجريدة تمو الأمير التركي الفيصل هو خير شخص اللي يشخص الوضع ويعطينا نوع من الرؤى المستقبلية وكيفية التعامل في أي متغيرات بجانب الأساتذة الأفاضلة الذين يتدقلون في هذا الموضوع فأهمية هذا المنتدى أهمية كبيرة أهمية قادرة تكون تفتح أفق أخرى للمفكرين والصحافين والإعلاميين لرؤية الخارطة السياسية القادمة في التعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع إيران والملف النووي